أهلا بكم مشاهدين الكرام بعد أعلان الأحزاب الكردية في سوريا نيتها إقامة النظام الفدرالي في المناطق الواقعات تحت سيطرتها شمال البلاد تتجه الأنظار إلى تلك المناطق وهي منطقة الجزيرة في الحسكة وعين العرب كوباني في ريف حلب الشمالي وعفرين في ريف حلب الغربي ويسعى الأكراد بالإضافة إلى تلك المناطق إلى ضم مناطق أخرى سيطرت عليها مؤخرا قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي الحسكة وحلب كبردات كفرنايا ودير جمال في ريف حلب الشمالي ومناطق عدة في ريف الحسكة الشرقي والجنوب الشرقي إضافة إلى منطقة سد نهر تشرين على نهر الفورات المسعى الكردي يظهر رغبة واضحة لدى الأحزاب الكردية بوصل المناطق التي يسيطرون عليها بعضها ببعض يشكل إقليما كرديا يمتد من شمال شرق البلاد في الحسكة على الحدود العراقية إلى شمال غربه في عفرين ولتنفيذ هذا الأمر يحتاج الكرد إلى السيطرة على مدينة جرابلوس ومدينة إعزاز والمساحة الحدودية الواقعة بينهما هذا الأمر سيؤدي إلى ترابط مدن الشمال السوري الرئيسة والتي يقتنها الكرد بنسبة كبيرة الأمر الذي سيكرس الإقليم الكردي هذا الإقليم وفي حال نجاح الكرد بوصل مناطقه سيمكنهم من السيطرة على الحدود السورية التركية الأمر الذي تعارضه تركيا بشكل مطلق فاتحة لائحة الاحتمالات كافة أمام منع قيام هكذا إقليم ترجمة نانسي قنقر